لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللوت صفية على واقع الزلزال ده الحقيقة كان حصل تضامن عالمي مع المغرب وشعب المغرب وشوفنا ازاي حتى المصلين في المسجد الأقصى بيصلوا صلاة الغائب للمغرب دول من أجمل الناس لكن كمان شوفنا اللعبة بقى أو الجزائريين شوفنا اللاعب الجزائري المحترف رياض محرز كتب على حسابه في تويتر تعازي الضحايا في المغرب وتحازي الزلز درب المغرب للماضية الشجاعة لعائلات والأحباء رحمهم الله ويمكن كمان لقطة تضامن الجزائري وفتح المجال الجوي أمام المغرب وتخطي خلافات الماضي ما بين الجزائر ومغرب كانت حاجة كويسة في المصيبة دي الجزائر قررت تفتح مجالها الجوي مع المغرب وأبدأ تسألها لتقديم مساعدات لإغاثة منكوب الزلزال تصرف رائع من الجزائر الحقيقة ونشرت الخارجية الجزائرية تغريد التضامن تغريدة مع المغرب زي ما شوفنا كده التغريدة وزارة الشؤون الخارجية في الجزائر نتابع الجزائر ببلغ الأسى والحزن تدابع الجزائر تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية ونتقدم أو تتقدم بهذا المصاب الجلل بخالص تعازي وصادق الموساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص تمنيات للشفاء العاجل للمصابين شوفنا أيضا تعليقات تضامن من الجزائريين مع إخوانهم المغاربة ودي حاجة ما أعرفاش غير اللي عاش فترة الخلافات ما بين الجزائرين لكن هنا كان فيه تضامن رائع من الجزائريين مؤمم الدليزيد بيقول كما عهدنا قيادتنا دائما سباقة للخير والعمل الإنساني وخاصة للعربي ونحن على خطاكم وبنهجكم نسير نعبر عن بالغ أسانا وحزننا عن تداعيات الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية وأتقدم بهذا المصاب الجلل بخالص تعازي وصادق الموساة لأسر الضحايا للشعب المغربي الشقيق عبدالقادر الجزائري بيقول اللهم والطب بإخواننا في مصابهم في زلزال المغرب وآمن روعاتهم وتقبل موتهم في شهداء الهدم اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين صاحب الحساب ده بيقول عزاؤنا لأهلنا في المغرب في ضحايا زلزال مراكش سائلين الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يعود المصابين ويلهم الجميع الصبر والسلوان دول شعب جزائري عادي جدا نمى تضامن مع المغربة ده بالإضافة لحالة التضامن الكبير جدا من المشاهير وشفتنا لعب الكرة محمد صلاح وهو وضع تغريدة صور التضامن مع الشعب المغربي الشقيق اللهم احفظ المغرب وشعبها ومن اللفتات الإنسانية كانت لفتة عظيمة جدا من اللاعب كريستيانو رونالدو اللي صخر فندقه داخل المغرب وفندق خمس نجوم ليه المتضررين من الزلزال محن الزلزال المغرب لفتة إنسانية عاجلة من رونالدو رونالدو عنده فندق في مراكش فندق خمس نجوم ولسه ما فتحه جديد فقرر رونالدو أنه يفتح الفندق لاستقبال المشردين واللاجئين نتيجة الزلزال ودي لفتة رائعة من رونالدو كمان الأندية الكبيرة في العالم نشرت تضامن مع أسر الضحايا زي فريق بارشلونة اللي كتب وقال بالترجمة كده يتقدم الحقيقة نادي بارشلونة بخلص التعازي والموسالي أسر ضحايا زلزال المغرب متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والمتضررين كمان الحقيقة فريق مانشستر يونيتد الإنجليزي ومان سيتي الإنجليزي وليفربول كل دول تضمنوا مع المغرب قلوبنا مع مانشستر يونيتد يقول قلوبنا ودعوتنا مع المضررين من زلزال المغرب وخالص تمنياتنا بالشفاء العاجل ده المان يونيتد المان سيتي كتب يقول الحقيقة أنه تعازي الجميع في نادي مانشستر سيتي للشعب المغربي المضرر من الزلزال الذي ضرب جبال الأطلس نادي ليفربول أيضا قدم تعازي وقال أنه الجميع في نادي ليفربول يرسل خالص تعازي إلى عائلات وأصدقاء ضحايا زلزال المغرب وأنا أتمنى الشفاء العاجل للمصابين اللاعب المغربي الحقيقة أشرف حكيمي كتب رسالة تضامن عبر حساباته على السوشيل وكتب باللهجة دي كنا نعيش أوقات صعبة زي ما هو كاتب كده كنا نعيش أوقات صعيبة وتفكيرنا كله مع المصابين وعائلات الضحايا نتعاونه ونسهمه جميع في إنقاذ الجرحة بالتبرع بالدم إن لله وإن إليه راجعون في حالة التضامن الواسع يبقى المشهد الأوسع في الحادث هو حجم الضمار اللي لحق بمناطق الزلزال واللي كان مركزها مدينة أو قرية أو منطقة اسمعها مولاي إبراهيم في مراكش عشان نعرف حجم الضمار ده كاتب الزلزال عدت ستة رختر يعني بعض الحاجات قالت أنه سبعة رختر عشان كده الحجم بفكرني حتى بكهرمان مرعش في التركيا إنه كان الضمار تقريبا نفس بنفس الشكل ده الارتدادات كمان حصلت كتير بعد الزلزال بعد الهبة الأولى للزلزال حصلت مجموعة ارتدادات اللي بنسميها توابع الزلزال الناس طبعا من الخبطة الأولى بيجي لهم رعب وفزع الملك المغرب شكل لجنة وزارية لأعمار ما تم تدميره جراء الزلزال وده الخبر الملك يشكل يوجه بتشكيل لجنة وزارية لأعمار ما دمره الزلزال وأعلنت المملكة المغربية حداد وطني لمدة ثلاثة يام وتنكيس الأعلام فوق جميع المباني العومية وفقا لبيان الديوان الملكي المغربي إنما كانت لافت قوة الزلزال المدمرة إلا قربت إلى سبع درجات من علامة قياس الاختر عشان تقترب شوية إليك حد كبير من زلزال تركيا اللي حصل في فبراير فيه منطقة كهرمان مرعش واللي كانت وصلت إلى سبعة فاصل تمانية الخبراء يكلموا عن الزلزال الأخيرة واحتمالية حدوث هزاد جديدة زي ما بتقوله السيئنان مشكلة الزلزال ده إنه حصل الساعة 11 بالليل في وقت الناس كلها في البيوت مين بره الساعة 11 بالليل وحتى اللي بره بيبقى أفراده ليلين ودي كانت كارثة الزلزال إنه في وقت كان الساعة 11 بالليل في كل الناس داخل البيوت أو أغلب الناس الراجل ده بيقول هتحصل ارتدادات تانية لأنه أي زلزال بيعدل خمسة رختر بتبقى له ارتدادات تانية أو توابع تانية لكن في وقت نظر تانية بتركن العلم ده على جنبه وشاف أن اللي حصل في تركيا في كارما مرعش وفي سوريا في نفس الوقت بيحصل في المغرب وإنه ده جزء من مؤامرة كبيرة واستشهدوا بموضوع مشروع هارب الأمريكي أو مشروع الشعاعي الأزرق وده اللي نشره الحساب ده بيقول هل زلزال المغرب مفتعل أيضاً تدعيات كثيرة مؤخراً بكون زلزال تركيا وسوريا السابق مفتعل عن طريق مشروع أمريكي سري وسمى هارب أو الشعاعي الأزرق هو مشروع قادر على التحكم في الطقس والغلاف الجوية عن طريق إسقاط إشعاع عالي جداً الكسافة لونه أزرق على بؤرة معينة الأرض وإحداث كارثة بيئية معينة حسب شدة كسافة الشعاع ومكانه وقد تكون زلازل أو حرائق أو أعاصير أنا مش مع القصة دي أوي لكن إحنا بنعرض لكن تبقى الأسئلة هل ممكن فعلاً تكون الزلازل الأخيرة دي مؤمرة؟ وهل في علاقة ما بين زلزال تركيا وبين زلزال المغرب تركيا وسوريا طبعاً وهل المنطقة العربية دخلت حزام الزلازل زي ما بعض العلماء قالوا مبارح والنهاردة؟